في ولاية تطوين عود على بدء بل تواصل لإشكال منذ سنوات عديدة مستمر صيفا وشتاء الانقطاعات المتكررة والمتواصلة للماء الصالح للشراب وانقطاعه بشكل دائم في عديد المناطق خاصة في المناطق العليا بجهة تطوين ما أثر سلبا على حياة المواطنين في هذه المناطق مثل قصر ولاد سلطان وغيريها من المناطق المجاورة والجبلية ما هذا نسناه نسناه من رؤسنا أصل فكرة المنسناه ونعانوا في موضة معظلة كبير يسر ونشربوا فيه مالح مالح تلج مالح مالح ونجيبوا فيه السهريج السهريج من المزهورية بستين وخمسين دينار هذا اللي قد يجي ونحن سعادلنا نشركه بزوز بثلاثة عيال في سهريج هو مجري صالح كان للغسيل ولا حاجات الحيوانات ما عاش قبلت نحن مجري مقصوص ديما ديما شتي ربيع صيف ديما مقصوص ديما شنا من يجيبوا في السهريج متاع مسافة متاع 20 كلمة الوحكاية 50 دينار 60 دينار إدارة إقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه تؤكد من جهتها تواصل هذه الإشكالات رغم إنجازها لعديد التدخلات والمشاريع من خلال حفر عدد من الأبارة التي من المنتظرين يدخل البعض منها حيث الاستغلال في الفترة القادمة بالنسبة لمنطقة سمار ومعطة مديد سمار بن مهيرا تحل الشكال بحداث البئر الدرين الجديد لتخلل الاستغلال من آخر ديسمبر وتحسنت الوضعية بصيفة كبيرة يسر من ذات النقطة السودية المناطق العالية كاسورة سلطان رمثة زمورش وسط البلاد إن شاء الله بالأيامات القريبة الجاية إن شاء الله يدخل بيار تطوين جديدة للاستغلال قد ربي يحل الشكال هذه إن شاء الله ما يعيشه قسر ولاد سلطان على سبيل المثال ينتبق على عديد المناطق في ولاية تطوين عندما ينقطع الماء الصالح للشراب لفترات متعددة في كل المناطق صيفا وشتاء ولسيما كذلك في المؤسسات التربوية